أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليلعه النائب القادل الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة من علاقات تاريخية راسخة وما تستند إليه من شراكة استراتيجية تشهد على الدوام تناميا وتطورا مستمرا نعم أشهد سموه بما وصلت إليه مسارات التعاون بين البلدين الصديقين من تقدم على مختلف الأسعدة جاء ذلك لدى لقاء سموه اليوم في قصر رفاع بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الفريق طيار مارتن سامي سامسونج كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمملكة المتحدة حيث رحب سموه بكبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمملكة المتحدة والوفد المرافق مشيرا إلى همية موصلة تطوير أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والدفع بما سرت العمل نحو أفاق أوسع لا سيما في المجالات العسكرية والدفاعية وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة كما جرى خلال اللقاء استعراد مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الإقليمية والدولية